بالمنجنيقة هكذا يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواع مختلفة من أسلحة لشن هجمات حارقة وقاتلة على مواقع في جنوب لبنان ردا على أكبر وأوسع هجوم لحزب الله اللبناني على إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر حين بدأ عمليات المساندة للفصائل في غزة صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أكدت أنه تم رصد إطلاق 180 صاروخا ومسيرة من لبنان على الشمال الإسرائيلي لقطة كاميرا الموبايل التي نشرها إسرائيليون كشفت عن انتشار حرائق عدة في الشمال من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد 40 قذيفة صاروخية أطلقت خلال الساعات الآخرة باتجاه الجولاني والجليل هيئة البث الإسرائيلية قالت أنه تم تفعيل 182 انذارا خلال آخر 24 ساعة في شمال إسرائيل ومع إعلان الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل امرأتين وإصابة 20 مدنيا في غارة إسرائيلية بعد يوم من تصعيد القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي والذي وصف بالأكبر منذ الثامن من أكتوبر باتت العمليات المستمرة حتى الآن بين الجانبين مثار قلق عالمي واسع حيث وصلت أصداء التصعيد بينهما إلى العراق التي حذر وزير خارجيتها من تبعات احتدام الصراع وانجراره إلى المنطقة ومن ثم إلى فرنسا حيث أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون موافقته على تشكيل لجنة ثلاثية تضم فرنسا وإسرائيل وأمريكا لوضع خارطة طريق لنزع فتير التوتري بين الجانبين الجيش الإسرائيلي من جهته يصد على إنهاء العدوان على رفح والانتقال لعملية واسعة في لبنان فيما يعتبر هذا التطور أمرا خطيرا في حسابة واشنطن التي حذرت إسرائيل بعدم خوض المواجهة الواسعة مع حزب الله اللبناني ترجمة نانسي قنقر